عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ قرار ورشة عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الإلكترونية في خمس جولات النقاشية لحوار الخبراء بين الحكومة والقطاع الخاص ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية وأشهد رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات باللهيئة العربية للتصنيع أحمد عبد العزيز بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها تستهدف فتح المجال أمام قطاع الخاص لزيادة المشاركة في صناعات الإلكترونية مؤكدا على أهمية الشراكة بين قطعين العام والخاص بما يسهم في توطين التكنولوجيا المطلوبة للارتقاء بالصناعة